تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودان والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأكد الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعا فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة في عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا الغالي مضيفا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه كنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس فداء لتراب هذا الوطن ودع الأزهر الشريف الشعب المصري إلى استثمار هذه المناسبات لتكون دافعا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي اشتركوا في القناة